ثم ختم حياته بحسنة من خيار حسناته تدل على فراسته وهي أن عهد إلى القوي الأمين المحدث الملهم عمر بالخلافة ليكمل المسيرة وبعد أن استكمل سن رسول الله صلى الله عليه وسلم 63 سنة لقي الله تعالى ليدفن بجانبه فهو وزيره وصاحبه في حياته وضجيعه بعد مماته وكان عندما احتضر قد قال يا عائشة انظر اللقحة التي كنا نشرب من لبنها والجفنة التي كنا نصطبح فيها والقطيفة التي كنا نلبسها فإنا كنا ننتبع بها حين كنا في أمر المسلمين فإذا ميتوا فرديها إلى عمر فلما مات أبو بكر أرسلت بها إلى عمر رضي الله عنه فقال عبد الرحمن بن عوف أتسلب هذا عيال أبي بكر فقال عمر كلا ورب الكعبة لا يتأثم منها أبو بكر في حياته وأتحملها أنا بعد مماته ثم أعلنها مدوّع يرحمك الله يا أبا بكر لقد أتعبت من جاء بعدك سجدت لربك حين أطالت جباه لغير الإله السجودة صديق لو فتشت بين قلوبنا لم تلق قلبا لست في طياته